اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لما إلى البرودة خاصة خلال النصف الأول من الأسبوع الحالي صور الأقمال الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلوع عموما أدف المملكة من الغيوم باستثناء الغيوم المنخفضة التي انتشرت في القسم الغربي من المملكة هي ناتجة عن ارتفاع في نسبة الرطوبة وايضا انخفاض درجات الحرارة خلال ساعة الليل هذه الظروف الجوية عملت على تشكل هذه الغيوم المنخفضة وايضا كانت على شكل ضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ننتقل الآن وإياكم الأخراء التوزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأحد وحتى يوم الخميس يوم الأحد تبقى درجات الحرارة أقل من معدلات المثل هذا الوقت من العام طقس خريفي معتدل لكن خلال ساعة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس حيث تكون الأجواء باردة نسبيا خاصة في الجبال وفي السهول تستدعي ارتداء ملابس أكثر دفعا من الأيام الماضية لكن اعتبارا من يوم الأثنين ترتفع قليلا درجات الحرارة لكن تبقى حول معدلات المثل هذا الوقت من العام طقس خريفي معتدل متوقع يوم الأثنين يوم الثلاثة وطيلة ما تبقى من هذا الأسبوع يندفع نحو المملكة ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر يدفع معه كتلة هوائية حارة وجفا قادمة من شبه الجزيرة العربية وبالتالي ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس خلال النصف الثاني من الأسبوع وخاصة خلال نهاية الأسبوع تحديدا حيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام يصبح الطقس حار نسبيا في عموم المناطق مع نشاط في سرعة الريح الشرقية الجافة خاصة في شرق المملكة تفاصيل أكثر بهذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية حيث يتمدد أو يمتد منخفض البحر الأحمر من الجنوب نحو جنوب المملكة بالتزامن مع وجود لمرتفع جوي فوق الأراضي العراقية هذه العاصر الجوية وموقعها في هذه الأماكن تعمل على نشاط في سرعة الريح الشرقية والجنوبية الشرقية خلال نهاية الأسبوع بالتالي ترتفع درجات الحرارة وتقل نسب الرطوبة السطحية وأيضا تنشط الريح الشرقية والجنوبية الشرقية التي تعمل على إثارة الأترباء والغبار هذا من الآن العاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسلو التقس ماء للبرودة إلى بارد نسبيا 17 درجة مياوية متوقعة مع انتشار لكمية من الغيوم المنخفضة خاصة خلال ساعة الليل المتأخر والصباح الباكر أما بين السويل الثلاثة أيام القادمة يوم الاثنين ترتفع درجات الحرارة تسجل 27 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى تبقى باردة نسبيا 19 درجة مئوية يوم الثلاثاء المزيد من الارتفاع 28 إلى 20 درجة مئوية أما يوم الأربعاء تواصل درجة الحرارة ارتفاعها 30 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 21 درجة مئوية بياذا ننشرتنا إلى اللقاء موسيقى